تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2024 أعرب سموه في البرقية عن خالص التهن والتبركات لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الكبير والمتواصل على مدى عشرين عام في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 ليضاف إلى ما تحققه مملكة البحرين من نجاحات هامة في مختلف المجالات بفضل رؤى وتوجهات ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيضه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة أن نجاحات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين في احتضان هذا السباق على مدى سنوات عديدة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مقاومات حضرية وقدر على تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية بكل كفاءة واقتدار معربا عن تمنيات لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوفيق والسداد في موصلة تحقيق كل ما من شأنه الرفعة والنماء لمملكة البحرين وأبنائها الكرام ترجمة نانسي قنقر